وهناك أمور يمنع منها الحائض والنفساء وصاحب الجنابة يمنع الحائض والنفاس وجوب الصلاة وصحة فعلها ثانيا يمنع صحة الصوم فالمرأة الحائض صومها غير صحيح لكن الصوم واجب عليها فإذا طهر فإنها تقضيه ثالثا مس المصحف والصحيح في مس المصحف أنه لا يجوز لا للمرأة الحائض ولا للنفساء ولا لصاحب الجنابة ولا لمن كان محدثا حدثا أصغر فمن كان متوضئا وأحدث بخروج ريح أو بول لا يجوز له أن يمس المصحف بل لا بد أن يتطهر طهارة كاملة وعلى ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وهذا قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وكذلك يمنع الحيض والنفاس الوطء في الفرج ويمنع كذلك الطوافة بالبيت ويمنع الاعتكاف